مين قالك ان الرؤاء العيد الناشف لازم صواني وبس النهاردة هنعمل الرؤاء الناشف بطريقة جديدة مسلسات الرؤاء انسي كده بقى الصواني اللي بيفيد منها واللحم المفرومة تفضل تقع واللي يفيد تعني في التلاجة وتبقيش عارفة تعملي في ايه النهاردة هنعمل مسلسات الرؤاء الناشف يا جماعة لذيذة وفكرة موفرة جدا عشان ما تهضريش في الرؤاء شايفين الجمال ولا بقى الحشوة اللي جوة خطيرة كل ده بنص كيلو لحم مفرومة بس ضعفنا الكمية وعملنا اكتر من الصينية كمان قبل من ابتدي فضلا شجعيني بقى اجمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك يلا نسمي بالله نصلي على رسول الله ومعايا بقى ايه التحبيشة الحلوة كده اللي هتزود لنا اللحم المفرومة وهتديها طعم تحفة يعني بصلتين كده حجم وسط ارنفلفل رومي احمر على اخضر يعني الخضار اللي عندك تقدر تحطيه في حشوة اللحم المفرومة كمان تقدر تضيفي بشر بطاطس لو تحبي وبرده بيبقى حلوة اوي حطيت بقى الخضار كده على النار شوحته كده في معلقة من السمنة اول ما يتشوح هنزل بنص كيلو اللحم المفرومة بحب اشوح البصلي والخضار الاول بيسكر العصاج معاك اوي عارفة فيه ناس بتحب تصدم اللحمة المفرومة الاول بس انا دايما احب اصدم البصل العصاج بيسكر يلا بقى كده تقليبة سريعة حط كيس من بهارات اللحمة وهيفرق جدا جدا في طعم الحشوة محتاجة بقى تتبهر كويس حطيت فلفل اسود كمون شوية من الكوزبرة بتدي رحة حلوة كده للعصام احط كمان حبهان بودر معلقة سكر وهزبط الملح اقدم علاقه ربع من الملح بس كده يست الكل وحطي التوابل اللي انت بتحبيها فعصاج اللحمة المفرومة شايفين ما شاء الله كمية زادت والله مبارك هتحشيلي كمية كبيرة من الرؤاء قرن الفلفل اخضر بقى اللي حطاه حامي مخليها مشتشتة وحلوة قوي يلا بقى نجاهز كده تشربت الرؤاء الناشف المصر الجميلة اولا كده عندنا شربة دسمة وحلوة انا كان عندي شربة لحمة حلوة فحطيتها بحبه شربه كمان كباية من الحليب يعني مثلا تلات كبايات شربة عليم كباية من الحليب كمان حطيت مكعب من مرأة الدجاج وده اختيارية بس بتخلي طعم الرؤاء نفسها مسكر وحلو بتضيف لطعم الرؤاء وتقدري تستغني عنها حطيت معلقة صغيرة من بيكنج بودر وده بيخلي الرؤاء مورق مع معلقة جديرة من الزبدة او السمنة بس كده يا ست الكل اضافات حلوة قوي للتشريبة هتدي للرؤاء طعم حلو طبعا كلها لازم تكون سخنة جدا عشان تطري الرؤاء جبنا بقى الرؤاء والصراحة انا ببقاش عندي وقت ان انا نعمله في البيت فباشتريه جاهز ومعظم الستات كده اعتقد الكيلو دلوقتي وصل سعره من 35 ل 40 هتلاقيه ويلا بقى كده والسوائل دافية معايا لازم تبقى سخنة عشان الرؤاء تطرى وهنفردها بقى كده على حتة قماشة نظيفة جنب بعضها زي ما قلتلك الاضافات اللي احنا حطناها في الشربة هتدي للرؤاء نفسها طعم حلو كمان اضافة البيكنج بودر عايز اقولك بيخلي طبقات الرؤاء كده مورقة ما تعجنش في بعضها سواء هتعمليها مسلسات او فطاير زي كده او هتعمليها صنية الله الله بقى عن الرؤاء بتاعنا بعد ما طري وهلت روايح العيد كل سنة وان طيبين وطريقة جدتي الله يرحمها ويحسن اليها ويخفر لكل اموتنا اجمعين طريقة امي ربنا يديها الصحة لعمل الرؤاء بصوا بقى الطريقة دي يعني انسي الصواني ونفس طعم الصينية بالضبط احنا ما غيرناش بس غير طريقة التشكيل يعني كل مثلا طفل خاصة الناس اللي عندها اطفال هيمسك المسلس او الفطيرة بتاعته هيكلها كده من سكاد ولا بقى قطعة واللحمة المفرومة تقع من القطعة او مثلا يكلوا جزء ويرموا الباقي في الصينية لا كل واحد مسلس على قده كده وطريقة حلوة قوي يا مسلسات يا رؤاءة كاملة كده وبتقفليها مربع زي ما انا بعمل بس المسلسات بقى يعني حجمها اقل وبتتاكل بسرعة مفيش حاجة هتتهضر الرؤاءة بقى ما تشتغل فيه لازم يبقى طريق مش طري اللي هو مهري تسيبي ينشف تاني لان الرؤاءة بعد ما بيطرق بتلاقيه نشف تاني فانت تلحقيه قبل ما ينشف تاني وهو طري كده هتقطعيه بالسكينة يتقطع معاك عايز اقولك والدتي كمان ممكن تقسم الرؤاءة لتلاتة مش لتنين بس بس هو الحجم ان انت تقسميها نصين خاصة لو الرؤاءة متوسطة زي كده بيكون معقول يعني المسلس بيكون حجمه معقول بصي الطريقة سهلة جدا لو لقتيها حتى متقطع منك بتتلم انت بصي بتلنيها وتقفليها مسلس كده اظن الطريقة هتبان اكتر من الشرح والحطة اللي من وره فيها لح مفهومة بتقفليها برضو بصي طريقة سهلة ومنجزة جدا يا جماعة احنا ما بقناش نعمل الرؤاءة الناشف صواني خالص احنا شغالين بمسلسات زي كده وفطير كاملة لو تحبي بصي دي مقطع خالص هشتغل فيها عادي ولا اي حاجة بتلميها كده خلي بالك انها اما بتتحط على النار بتنشف وترجع تشد تاني فاي تقطيع ما بيبنش فيها بصي دي مقطع ازاي هعملها ازاي بتلميها كده على بعض وبتقفليها لمسلس لمربع الشكل اللي يطلع معاك بصي اتقفلت معايا وزي الفل يلا بقى نسويه احنا بنحب نسويه على النار على فكرة تقدري برضو تدهنيه سمنة وزيت وتحطيه في الفرن وبيبقى برضو حلو بس هو بيطول في الفرن وبينشف قوي لكن التسوية على عين البوتاجاز كده بتوبقى اسهل بكتير وما بياخدش وقت زي ما انت شايفة كده انا كنت حطة زبدة على زيت وعلى نار وسط على طول خاصة لو تصتي فال هتلاقيها بتلاسوع وبسرعة احنا مش عايزين نلاسوع ولا احنا عايزين نتديله لون دهبي حلو بصي لو ما حطتيش كمية كويسة من السمنة او السمنة على الزيت او الزبدة اللي انت عايزة تقدري تحمري في اي مادة دهنية ما بيديش اللون الحلو هتلاقيه الداكي لون محروة لكن اضافة الدهون طبعا ودي اساسية في الرؤاء هتديله اللون الدهبي الحلو ده في الطاصة بنزله وبدهنه من النحيتين خليك بقى كده في تقليب مستمر القطعة اصلا اول ما بتشم النار بتلاقيها شددت وبقت شطرية وتقدري بقى ايه توقفيها كده على سفها يعني لوم الجناب لسه مثلا لونها ابيض بتوقفيها كده على حروف الطاصة عشان تاخد لون من فوق ومن تحت ومن الجناب بصي ما تسهيش عنها لانها بتاخد معانا لون بسرعة وبتحمرها على طول خليكي على نار وصل لغاية ما تستوي وتبقى بالجمال والحلاوة دي بص يا جماعة عايزة اقول لكم بقى بيبقى كده مقرمش من برة خاصة اضافة الزيت على الزبدة او الزيت على السمنة بيخليه مقرمش وحلو يعني مش كمية كبيرة من الزيت قطاري الزبدة او السمنة اكتر بصوا بقى من جوه طاريه مبرم شدد كده وتحفة بحشي بقى كل حاجة ممكن احشي عصاك فراخ قطعة فراخ شاورمة احط عليه جبن بيبقى لذيذ الرؤاء عندك مادة لينة احشي اللي انت عايزة يسبت الكل يعني بعيد عن حشوة اللحم المفرومة اللذيذة طعم الرؤاءة نفسها جميل لان احنا مشربينه مزبوط وده شكل المربع المسلس اعمليه اي شكل تحبيه حبيب قلبي بحبكم في الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ما تنسيش بقى الفيديو باجمل لايك منك اعملي متابعة لصفحة الفيسبوك كمان اشتراك لقناة اليوتيوب يوصلك كل جديد بقدمه كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله